في اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي بناء على طلب من الولايات المتحدة حول الأوضاع في أقليم تيغراي الأثيوبي أعلن مسؤول الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك عاد موجود أدلة ميدانية على انسحاب القوات الأريترية من الأقليم مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العنف الجنسي يستخدم سلاحا في الحرب الدائرة هناك لوكوك وخلال إفادته للمجلس أكد أن الصراع في الأقليم لم ينتهي وأن الأمور لم تتحسن بعد مضيفا أن القوات الأريترية لا تزال ترتكب الفضاء هناك ولم تنسحب كما تم الأعلان عن ذلك من قبل رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد المسؤول الأممي إشار في إفادته أيضا إلى ازدياد العنف الجنسي في الأقليم ويستخدم كسلاح لإذلال وترهيب الشعب بأكمله موضحا أن جرائم الأقتصاب يرتكبها رجال يرتدون الزي العسكري في إشارة إلى قوات الدفاع الوطني الأثيوبي والقوات الأريترية وقوات الأمهر الخاصة وغيرها من المسلحين غير النظاميين ودعا لوكوك إلى وقف العمال القتالية في تيجراي والعمل على زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير إلى السكان والنازحين في جميع أنحاء الأقليم مشيرا إلى زيادة في عدد النازحين بالفترة الأخيرة يبلغ في نهاية آذار مارس أكثر من 1.7 مليون نازح في الأقليم وفي السياق دعت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إلى العمل على إنهاء الأزمة في تيجراي معتبرة أن الوقت حان لمجلس الأمن كي يتحدث بصوت واحد لحل الأزمة هناك